اشتركوا في القناة ويغفر لكم ويرحمنا ويرحمكم ويعطينا ويعطيكم ويفتح علينا ويفتح عليكم ويلطف فينا ويلطف فيكم يارب اليوم القمر موجود في برج القوس لغاية ساعات تقريبا يعني نقدر نحكي بعد العصر بتوقيت جرينيج هو الآن موجود في منزلة النعائم هي للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق راح يمكث القمر فيها طبعا مش ضايله أربع ساعات وخمس واربعين دقيقة تقريبا من بعد بث الحلقة يعني لغاية الساعة ستة واربع واربعين دقيقة من مساء اليوم الخميس اللي هو موعد بث الحلقة لا ينتقل بعديها القمر لمنزلة البلدة وهي للثبات والربح والسلامة طبعا القمر زي ما حكينا هو في برج القوس فعشان هيك منشعر بالابتهاج منجد الناس أكثر مرحن مننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من نيلة الرحال والسفر والرياضة والمغامرة وبوسع نقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد في زوايا بطيئة احنا كل يوم نذكرها لحديث ما تنتهي تأثيراتها يعني منظل نكرر فيها كل يوم لأنه هاي تأثيراتها مثلا بتكون مدتها سبوع ثلاث أيام خمس أيام شهر شهرين طالما هاي الزاوية إلها تأثيرات طالما أنا بذكرها عشان يظل فيه نوع من أنواع التنبيه لإلها وفي نفس اللحظة تندمج هي مع التوقعات اليومية أول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية التسديس الإيجابية بين المريخ وبين نبتون وهاي طبعا مستمرة لغاية يوم ستة وعشرين اثنين هاي طبعا تعطينا تركيز عالي لدرجة أنه ممكن نكشف أي شخص بيحاول الكذب علينا أو خداعنا كمان بتدفعنا هاي لحب المغامرة والتحمص لفكرة ما وبتحق برضو من حقق إنجازات علمية أو عملية في هاي الفترة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس إيجابية بين الزهرة وبين نبتون وهاي طبعا مستمرة لغاية يوم سبعة وعشرين اثنين بتضفي علينا من الجاذبية والقبول شيء مهم وبتجذب الآخرين لإلنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس برضو إيجابية رح تكون هي بين المشتري وبين أورانوس وهاي برضو تأثيراتها مستمرة لغاية يوم خمسة ثلاثة هاي بتعزز لدينا قوة الحدث وخصوصا في مجال العمل والعلاقة مع المسؤولين والزملاء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ممتزجة أي خليط ما بين السعودة والنحوسة في نفس الوقت هي بين الزهرة وبين المريخ وهاي زاوية تأثيراتها لغاية يوم سبعة عشر ثلاثة لأنها مرتين لها ذروة الذروة الأولى كانت يوم ستة عشر ثلاثة الذروة الثانية يوم ستة ثلاثة لأنه الزهرة والمريخ ماشيين مع بعض بحالة اقتران مستمر فعشان هيك رح يضل الاقتران هذا مستمر لغاية يوم سبعة عشر ثلاثة إيجابيتها بيسود جوم عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة أما بالنسبة لسلبيتها فهي بتسبب مشاكل وأكثر المتضررين هم المتزوجون أو اللي على علاقات عاطفية ولكن هاي العلاقات العاطفية يعني بتكون ضعيفة أو من الأساس ما في انسجام ما بين الطرفين فبتسبب لهم مشاكل عاطفية إلها توابع سلبية بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية اليوم رح تتشكل ذروتها وهي مستمرة لغاية يوم سبعة وعشرين اثنين هي زاوية التربيع السلبية اللي بين عطارد وبين أورانوس زي ما حكينا ذروتها اليوم خمسة وعشرين اثنين رح تكون في تمام الساعة ثنتين وواحد وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية زي ما حكينا انه مستمرة لغاية يوم سبعة وعشرين اثنين يعني ضايل لها كمان يومين من سلبياتها انها بتصيبني حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز مما يصعب علينا ايجاد حل المسائل كما انها بتجعلنا عصبيي المزاج منرتكب اخطاء ومنتهور حتى تهورنا ممكن يوصل لتهور اثناء القيادة وهذا الاشي قيادة السيارة او الحركة اللي ممكن يسبب بنا مشاكل او حوادث او مخالفات وهذا الوقت غير مناسب للشراكات لانه اعتارد بزاوية حد جدا وهلي العلاقة في هذا الموضوع ولا تعتمدوا على الحدث في هاي الفترة نهائيا بالنسبة لسياسيا او دوليا بدل هاي الزاوية على جدل سياسي قائم بين اليمين واليسار في بلد ما وغالبا ما بتكون الكتابات السياسية مدعمة لليمين اللي هم المتشددين او المتطرفين وبتشهد هاي الفترة احتجاجات او مظاهرات للحركات النقابية احتمال بقوع تفجيرات او زلازل وممكن تشهد هاي الفترة قمع للحريات خصوصا حرية التعبير وبتعرض بعض رجال الصحافي والكتاب للمتابعة القضائية او الاعتقال اما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل مع القمر وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام ساعة ثلاثة واربع وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج تجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار السلبي للقمر رح يبدأ الساعة ثلاثة واربع وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة أربعة وسبعة وعشرين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار القمر رح ينتقل للجدي ويكون في الجدي ويعمل اول زوايا وتاثيراته لما بتصير الساعة اربعة وسبعة وعشرين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج يعني لما احكي انا بالتوقعات اما ما بعد العصر ما هو ما بعد عصر يوم الجمعة لانه يوم الجمعة الساعة اربعة وسبعة وعشرين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج بنتقل القمر لبرج الجدي او بصير شكل زوايا بنته يخلو المسار وبتصير تأثيرات القمر لما بصير في برج الجدي انه في هاي يعني تأثيراتها على كافة الابراج منعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول انجاز عمل متراكم نجد انه الامور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم او على البعض مننا علينا الاجتهاد اكتر بوسعنا الشروع بعمل جديد او شراء تحفة اثرية او البدء بحمية او شراء بوليس التأمين او عقد تأمين او تجديد تأمين معنى البوليسة هيك يعني بالنسبة للاعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية طبعا من الان لغاية ساعات ما بعد عصر يوم الجمعة بدنا ننتبه للكبد والعجز وعظم الفخد عظم اخر عمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية ما بعد عصر يوم الجمعة بصير عنا الاعضاء اللي اكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة والعظام والاسنان الاوتار الاربطة الجلد الشعر الطحال وجهاز التوازن طبعا هاي الفترة بما انه خلو المسار اليوم في ساعات النهار اذا كانت عمليات جراحية اضطرارية ما في اي مشاكل وكانت مقررة قبل خلو المسار ولكن العمليات اللي تقرر اثناء خلو المسار اللي هي العمليات الطارئة طبعا بصير لها بعض الاعراض ولكن انه مش صعبة يعني ممكن يكون زي التهاب او انه بعض الاثار ولكن انه يكون الواحد منتبه لهاي الامر بالنسبة لعمليات التجميل طبعا لانه من الان لغاية ساعات ما قبل عصر يوم الجمعة منقول انه الجو مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن ما بعد عصر يوم الجمعة هنا منقول لا يصدح لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة والسبب انه الجلد هو اللي بكون حساس زي ما حكينا في التأثيرات الجراحية وتأثيرات الجلد فعشان هيك الجلد بكون حساس وحتى لا يصلح لازالة الشعر الزائد يصلح للقص العادي اللي هو التجميلي القص الطبيعي بصبغ الشعر ما بانصح فيه لانه كماويات والشعر برضو بكون حساس بهاي الفترة اما بالنسبة لمطعوم كورونا برضو مطعوم كورونا مناسب في ساعات الصباح في ساعات المساء بصير فيه نوع من انواع اللي هي سايد ايفكت اللي هو علاقة بتهيج الجلد مكان اللقاح اللي بيطلب اخذ اما في سودين اللي هو انتيبيوتك موضع لوكل كريم بنحط على مكان اللقاح على اساس انه يخفف الاحمرار او الالم وبرضو الباراستيمول اللي هو البندول بالنسبة للقمر بما انه رح يكون موجود في برج الجدي خلو المسار القادم رح يكون يوم الاحد سبع وعشرين اثنين بيبدأ فيه تمام الساعة ثنتين وتسعة واربعين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة ستة وخمس وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها القمر لبرج الدلو بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال اربع وعشرين يوم في تمام الساعة واحدة وتسعتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بيصير خمس وعشرين يوم نسبة الاضاءة تقريبا نقدر نحكي اثنين وثلاثين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة سعيد اليوم بنسبة سبعين في المية القمر في القوس بده ينتقل للجدي زي ما حكينا في ساعات ما بعد عصر يوم الجمعة ورح يمكث فيه طبعا لغاية يوم سبعة وعشرين اثنين سعيد بنسبة عشر في المية الان ولكن مع ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة خمستعش في المية اعطارد في الدلو حتى يوم عشر ثلاثة منتحس بنسبة خمسين في المية الزهرة في الجدي حتى يوم ستة ثلاثة منتحس بنسبة عشر في المية المريخ في الجدي حتى يوم ستة ثلاثة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المشتري في الحوت حتى يوم 10.05 منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو حتى يوم 4.06 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 24.08 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 28.06 سعيد بنسبة 15% أبلوته في الجدي حتى يوم 29.04 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ابتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لاسيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن تذهبوا في رحلة أو تروجوا لعمل أو تحصلوا على معلومات ما كنتوا تتوقعوها بيكون اليوم في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتك العاطفية والعائلية أما في ساعات ما بعد عصر يوم الجمعة بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم شيء كما ترتجلوا المواقف والتصاريح عشان ما تقعوا بحيث الفوضى وعدم التنظيم بتضغط عليكم المسئوليات وممكن تواجه أمر صعب ومعقد فعشان هيك بدك تلتزم بالمسئوليات ورغم ذلك فالفترة واعدة بالنسبة لكم برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا في تهدئة الأجواء وهاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير ممكن اليوم تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك اليوم تتحلى بالليوني والتفكير الموضوعي أما في ساعات ما بعد عصر يوم الجمعة بتنشطوه في مجال السفر والاتصالات في نوع من أنواع اللقاء أو فرصة بتفتح أمامك بواب للسفر أو التسويق أو النشر أو الدراسات العليا بتفرحوا للانتصار أو لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم شيء تتحركوا في مختلف الأصعادة برج الجوزة يوم مناسب لها تعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وهاي الفترة شوي فيها نوع من أنواع السلبية وضاغطة وما بينفعك سوى الصبر والمرونة لأن القمر مازال مقابلكم تماماً فممكن تتعرضوا لبعض المضايقات أو الخلافات أما في ساعات ما بعد عصر يوم الجمعة بتعيدوا ضبط ميزانيتكم حولكم وتدخلوا تعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطك وبيطمئن بالك وبتفرح لتطور ما فهي فترة جيدة لتصحيح الأخطاء أو لتكرار المحاولات السابقة برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لا غذاءكم وراحتكم بتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة عملكم وتحذروا من الجدال مع المعاونين وزملائكم في العمل وما تهملوا صحتكم لا تأجلوا ولا تماطلوا عملكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية أما في ساعات ما بعد عصر يوم الجمعة بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حفظوا على هدوكم ولا ترتجلوا كلام ولا توجهوا ملاحظة لأنه خصمكم اليوم قوي وما بيرحم فعشان هيك بتحملك هاي الأيام ارتباط مهم فلازم تحافظ على هدوء عصابك وما تكون عدائي برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم وبتمفرج أساريركم وبتعيشوا لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شنكم ما تهملوا الواجبات اتجاه العائلة والأحباء صحيحوا الأخطاء لغاية ساعات عصر ما بعد عصر يوم الجمعة بيتراكم العمل بصير عندكم أهم شنكم ما تهملوا عملكم وما تهملوا صحدكم وحذروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي بيمنعكم من أداء الواجبات اليومية وكمان ممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارئة أو تشعر بنوع من أنواع التوتر برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي وممكن تظهر مشاكل شخصية لأهم شنك ما تتهرب من المسئولية اتجاه العائلة لأن الأجواء شوي فيها نوع من أنواع العدائية ومتوترة فعشان هيك بدك تراعي ووضعك الصحي أما في ساعات ما بعد عصر يوم الجمعة الأجواء بتصير إيجابية جدا وبتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم وبتفرحوا لانفراج ملموس بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وبتقوموا بخطوة مباركة ممكن تتلقى إشارة إيجابية اليوم وهي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج الميزان بتنشطوه في مجال السفر والاتصالات وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان ممكن تحززو العلاقة مع أخ أو جهر طبعا بتدعمك الحظوظ وبتكون جريب في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وبتلفت النظر بشكل كبير الأجواء اللطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل خدراتك أما في ساعات ما بعد عصر يوم الجمعة بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية فعشان هيك بتفضلوا الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك وامتعاضك فلا تخالف القوانين واحترم المواعيد والتزاماتك المهنية تعتبر هاي فترة مهمة عائلية وحاول انك تهتم فيها برج العقرب تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بدك تكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك ولكن بدك تكون عاقل في صرف الأموال ابتهتم لمناقشة دعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفة فترة إيجابية ممكن تحقق خلالها ربع أما في ساعات ما بعد عصر يوم الجمعة ابتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وتعتبر هاي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولا اسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أهم شيء أنك تتحرك بفعالية كبيرة وتقوم باتصالات واسعة ممكن هاي الاتصالات تسفر عن اتفاق أو مصالحة برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بدروا لخطوة جديدة بالدعم من مركزكم ومكانتكم الاجتماعية في هاي الفترة فيها انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود فعشان هيك عليك التحلي بحكمة والواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر أما في ساعات ما بعد عصر يوم الجمعة بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم وأهم شيء أنك لا تغامر بأموالك وهي فترة حذرة مالياً ومعنوياً فأهم شيء أنك ما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة أنت اليوم بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الجديد يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم عدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بتهدأ وطيرتكم لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهم مش إنك ما تحسم أمر الفترة هاي سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها أما في ساعات ما بعد عصر يوم الجمعة بتستعيدوا نشاطكم وحيهيتكم بتستعيدوا حماستكم وعزيمتكم وبتمارسوا جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة بتمتلكوا الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق اليوم بصلكم خبر سار إن شاء الله برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص ممكن يحققوا أمنية بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ما ممكن تعزز شعبيتك اليوم وتحصد على أرباح تفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك وبتخف الضغوط وبيطمئن بالك أما في ساعات ما بعد عصر يوم الجمعة بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم عشان هيك بدكوا تتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة من الحظوظ حاذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة لأنه ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك برج الحود يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن العمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبحافظوا على إنجازاتهم القائمة هدؤوا من روعكم وما تنفعلوا اتجنبوا مخالفة القوانين واحرصوا على استقراركم اتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة واحرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببدايتها أما في ساعات ما بعد عصر يوم الجمعة ابتلتقوا الأصدقاء وممكن تحاولوا تصحيح العلاقات المتردية أهمش إنه ما تبقوا وحيدين وتعتبر هاي فترة ناشطة وواعد دراسيا أو مهنيا أو عائليا عشان هيك من الأكيد أو الأرجح إنها تكثر عندكم الاتصالات والمواعيد هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر